تمضي المدرعات التركية في طريقها باتجاه إدلب وهو مشهد يتكرر بشكل يومي على الحدود السورية التركية ولا ينبئ بانفراجة قريبة وفقاً لصحيفة زودوتشال ألمانية الصحيفة أصدرت تقريراً اعتبرت فيه أن ما يجري خطأ فادح اقترفه أردوغان وعزت ما جرى لاتفاقات أستنى وسوتي المتتالية التي حذرت واشنطن منها منذ البداية وأبلغت أنقرة أن بوتين لا يمكن الوثوق به لكن أردوغان لم يكترث ومضى بلقاءات سوتي الحميمة وسرعان ما خرقت تلك الاتفاقات وقدمت روسيا مناطق نفوذ المعارضة شيئاً فشيئاً وفي كل مرة كان أردوغان يبتلع الطعم الروسي وفقاً للصحيفة اتفاقات انتهت الآن بعد أن وصلت المعارك إلى آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة في إدلب متسببة بأزمة إنسانية كبيرة حيث اضطر ما يقارب المليون السورية للنزوح من منازلهم خلال أقل من ثلاثة أشهر فقط معظمهم ما زالوا يفترشون البساتين في سقيع الشتاء تقدم النظام المتسارع دفع تركيا لإرسال آلاف الجنود لكن الأمر وفقاً للصحيفة بحفوف بالمخاطر وسط مخاوف من ازدياد التوتر الروسي التركي الصحيفة وصفت ما يجري بالمأزق الكبير لأردوغان فهو لا يستطيع تحمل خسارة إدلب التي تحولت تهديداً وجودياً له فاستمرار تقدم النظام يهدد بحصول موجة نازحين قد تكون غير مسبوقة ترغم مئات الآلاف على عبور الحدود السورية التركية هرباً حينها لن يتمكن الجيش التركي أو الأسلاك الشائكة من إيقافهم محمد ضغمش العربية